هل تجديد فتوح لنادي الزمالك معناه بقاء فتوح مع نادي الزمالك؟ ولا الزمالك بيجدل لفتوح؟ ولو جاله عرض كويس ممكن أبيعوه؟ والله هو السؤال طبعا جاهد جدا ممكن بطولة أفريقا يعلن على فعا نفسه وربما ان هو يجاله عرض مغري جدا فبتالي نادي الزمالك استفات لكن رقم واحد نادي الزمالك بيعمل صالح جمهوره تجديد رقم واحد سواء جاله عرض او ما جاهش لوش عرض نازم لك يهمه اسعاد الجماهير وجاينا عشان طبعا ده باند من البنود اللي جاينا عليها طبعا لكن وجهة نظري هو ضمن ضمن ان هو كان مجلس داري كان عنده سقط الجماهير جدد الفتوح اعتقد وجهة نظري لو جاله عرض وقتها بقى طبعا هشوفه حسب احتياجات المركز حسب احتياجات الجهاز الفني الموجود ولكن اللاعب بتاعي وهو اثبت ان مجلس ادارة شغال صح شغال لسعاد الجماهير شغال في صمت شغال في ملفات كترة جدا يجب الصبر على مجلس ادارة لان الناس واضح ان هم شغالين كويس يكونك يتوشيد بمجلس ادارة نادي الزمالك في رأي يقولك انا بحاول اخد كل الاراء يعني في رأي الاكبر ان جميع الزمالك انا متأكد ان ايام مبسوطة النهاردة ده خلاص دي يحطهم على جنب العدد الاكبر يعني في عدد اقل يقولك والله لا انت عرضت فتوح للبيع فخلاص قدما عرضتو للبيع فما ترجعش في قصري حتى لو هو اللاعب نفسه موفي انه يجدد لا ما تجددلوش ده خلاص نتكلم لما يكون اللاعب بقيمة احمد توح يعني لا احنا انا اتكلم كجماهير يعني احنا زعلانين فبالتالي بنجي على اللاعب شوية ايوا لكن جوانا مقتنعين ان الراجل كفاءة وخبرة ورجل مستقبل ورجل هيحدث فارق خاصة في توقيت القيد مقفول اللاعب ده ممكن ينفرق معانا خاصة وفي افضل حالته الفنية الفترة اللي فاتت فبالتالي لا يقولي حتى الجماهير اللي كانت مضادة او مش عجبها الوضع او كانت مع فقرة البيع اعتقدهم اسعد ناس في التوقيت اللي فاتتوح وقع في النهاردة عظيم جدا